قال أبو الدرداء رضو الله عليه إن الله تبارك وتعالى إذا قضى قضاءً أحب أن يرضى به الله بده عبده يرضى طبعاً الرضى له تعريفة كثيرة هذا مش محاضة عن الرضى العبد الفقير عنده تعريف وفيه تعريف برضو استحسنتهم بين عشرات التعريفات تعريف قاله أيضاً أحد العارفين قال الرضى هو ألا يخالف ألا أو ألا يخالف الرب فيما جرى من قضائه من العبد عبد يقول يا رب أنا ما بخالفك أنا بوافقك بدك هيك أنا مؤخراس أنت بدك هيك أنا أنا بدك هيك هذا الرضى لا تعريف أنا أظن أنه لسا أعمق من هذا تعريف للرضى هو لو استقبلت من أمرك ما استدبرت ما اخترت إلا ما اختار أي القضاء لك حصل كذا وكذا كذا كذا أقدر الله مات وديدي بسبب تقصير كذا مات وكذا ضميري نكبتي ألمي لا يعلمه إلا الله لكن راضي مش صابر بس أكثر من الصبر لا لا راضي كيف راضي يعني كيف يعرف أن أنا راضي آه تتوهم لو دار الزمان العكس وأصبح اليوم هو أمس ورجعت الحالة الأولى هل ستختار ما اختار الله من موت وديديك هذا ابنك أو أخيك أو أمك أو كذا إذا قلت أختار الله أختاره أنت راضي أنت من أصحاب مقام الرضى قلت لا الحمد لله رجع الزمان أختار ما يموت عيش يبقى عندي ويكمل حياته معي والحمد لله وصلحنا الغلاط أنت مش راضي صابر آه بس مش راضي فالرضى الشهر صعب كثير راضي الله عنهم وراضوا عنه اللهم اجعل منهم راضين مرضيين شفت ولا يمكن أن تكون مرضيا عنك إلا دا كنت أي راضيا عن الله لا مين اللي بده الثاني ومين الغني ومين الفقير نحن الفقراء فارضى عنه عشان يرضى عنك وعليك صح ولا شغل صح به فمعظم البشر مسلمين وغير مسلمين غير راضين عن أقدارهم مين اللي راضي كل من تراه يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن الغني مش عاجبه الفقير مش عاجبه عنده سلطان مش عاجبه المخموع مش عاجبه العالم مش عاجبه والجهل مش عاجبه اللي كان ما حدا كله بتشكه بتشكه فالشاعر قال ليت شعري هذه الدنيا لمن طيب لمين يعني الدنيا ما بها فيش حاج بخيرها كلكم مش عاجبكو إلا المؤمن الحق اللي ممكن تلاقيه في حالة لا يعلمها إلا الله بالنسبة للناس وهو في أتم الرضا يقول لك أنا في حالة عجيبة جدا جدا مين زي إن لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجال دون عليها بالسيوف وتلاقيه فقير مقطح وفقد زوجته أولاده ومهاجر ما عنده حاجة كلك أنا عندي سعادة إشي لا يوصف حالة الرضا عن الله حالة الرضا والسكينة ألا بطي سكينة